تتصاعد بشكل غير مسبوك حدة الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ما يؤثر بشكل كبير على استقرار عملية الإقليم السياسية لم تنقطع الخلافات الحاصلة بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني رغم جولات التفاهم التي حصلت كثيرا على المشتركات الموجودة في الإقليم وطريقة توزيعها حسب الاستحقاقات المعمول بها هذه الخلافات في بعض الأحيان تخفف أو ترحل إلى أوقات لاحقة ولكن تبرز في مشكلة أنه تقسيم المناصف فيما بينهم توزيع النفوذ داخل الإقليم لذلك ينأكس بشكل كبير على مسار العملية السياسية داخل البركز ما هي علاقاتهم؟ كيف يستطيعون حسم الخلافات مع المركز؟ الإقليم أخيرا تحرك صوب ترتيب علاقته مع المركز بزيارات متكررة أجرتها الأحزاب الكردية للتفاوض على الملفات العالقة والمختلف عليها دائما وعملية تأخر الاتفاق النهائي مع بغداد ترجع إلى فجوة الخلاف الداخلي عند الكرد يؤكد متابعون الخلافات في إقليم كردستان هي نتيجة طبيعية لعدم موجود رؤية موحدة لهذه الأحزاب لقيادة إقليم كردستان ولأيضا لمطالب معينة متفق عليها في التفاوض مع الحكومة الاتحادية وأعتقد أن هذه الخلافات من أهم أسبابها استئثار جهة معينة بكل الامتيازات والمكتسبات والمناصب سواء كانت في داخل الإقليم أو في الحكومة الاتحادية يقين أن هذه الخلافات ستكون لها آثار سلبية على طبيعة التفاهم مع الحكومة الاتحادية مشاكل الإقليم أخذت وقتا كثيرا تعددت به وسائل المعالجات والمفاوضات لكن الكتل الكردية لم تصل حتى الآن إلى نتيجة حاسمة بشأن توحيد موقفها الخلافات الكردية تعود إلى واجهة الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني بعد إخفاق أشواط عديدة من التفاهمات على حل المشاكل الداخلية في الإقليم قبل التوجه إلى تصحيح العلاقة مع حكومة المركز أحمد ليف بغداد الرابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا